الحماية من الفيروسات التنفسية لمرض حيثية الانف والصد هقوله اعمل ايه هقوله الحمد لله ان المجمع التنفسيات دي احنا عندنا لقاحين موجودين ومهمين جدا احنا لقاحين ضد نوعين وهم اشد خطورة من الاربع مجمعات عندنا لقاح الانفلوانزا في هذا الموسم انا شايفها في ظل تحورات كورونا التي اصبحت ضعيفة الانفلوانزا كرفها بيزيد كخطورة الفلوانزا من زمان لها النسب وفيات عالمية لها مضعفات خطيرة فبالتالي يجب نرجع تاني نعود الاهتمام بالإنفلوانزة وناخد لقاح الإنفلوانزة مهم جدا جدا وضروري لأطفالنا لجميع الفئات سواء كان أطفال أو كبار السن أو شباب حتى الحوامل مهم اليوم جدا ياخد لقاح الإنفلوانزة وهو متوفر وبيتاخد فوق سن الزتة أشهر ومهم جدا للوقاوة من العدوات التنفسية اللي هي الإنفلوانزة طيب يعني ده وإحنا في الخريف دلوقت مش شرط إن احنا نستنى للشتاء زي ما الناس بتعمل احنا دلوقتي ده الموسم بتاعه لأنه نازم قلنا الخريف أسوأ من الشتاء في العدوات التنفسية فهنا أخذ الحماية من دلوقتي لأن الشتاء مع استقرار الحارة على فكرة وانخفضها والناس نبس التقيل بتقل العدوات التنفسية العدوات التنفسية أكتر في هذا التوقيت أوكي يعني ننسح الناس أنه لازم بعد كده عموما يعني قبل الشتاء بقد إيه يبتدوا ياخدوا اللقاح أنسب وقت لأخذ لقاح الإنفلونزا شهر 9 وشهر 10 إلا موسم خريف يعني هذا التوقيت الآن إحنا في آخر 9 مهم جدا أخذه أو أول أكتوبر مهم جدا أخذ لقاح الإنفلونزا وضروري جدا أحنا قبل المدارس قبل الشتاء ما يجي أكون عندي مناعة ضد هذا الفيروس والناس عندها لبس والتباس كبير جدا ما بين إن أنا خدت لقاح الإنفلونزا وبيجي لي أدوار برد للأسف الإنفلونزا فيروس مختلف تماما عن البرد بمعنى إن ممكن أكون أخذ لقاح الإنفلونزا وعندي زكاب عندي رشح عندي احتقام بسيط دي عدوة البرد دي مش عدوة الإنفلونزا اللي جرب الإنفلونزا هيعي الفرق ما بينهم الإنفلونزا مرض سريري حرارة بتصل إلى 39-39 ونص إنسان ما بدارش يتحرك صدع شديد جدا حمرار في العين صدع احتقام شديد في الحل مشاكل تنفس هي قطة أديل التهب الراوي مرض الإنفلونزا ما بيتحركش عكس اللي عنده برد ممكن ينزل شغل هو مسكوم عنده شغل رشح دفايان بسيط ده الفرق من البرد والإنفلونزا لقاح الإنفلونزا بيقى ضد الإنفلونزا فقط لا غير مالوش داعب البرد عشان الناس بتقولك أنا باخده وبرده بيجي لبرد مالوش علاقة بالبرد الإنفلونزا اللي جربها خطيرة ولهها مضاعفات كانت تؤدي إلى التهب الراوي طيب هل في لقاحين مثلا ماينفعش يتاخدوا مع بعض يبطلوا مثلا مفعول بعض أو مثلا لقاح معين متعلق بالسخونية عايزين نوضح للناس طيب يبقى احنا نقول لهو أنا أخد اللقاح أمتى ومأخدوش أمتى طيب لو أنا سني أقل من 6 أشهر مش أخد لقاح الإنفلونزا لأنه يأخذ فوق 6 أشهر طيب لو أنا الطفل عنده ارتفاع حرارة هل ده مانع من أخد اللقاح مش مانع ولكنه يؤجل لحين انخفاض الحرارة يعني أنا لو سخت مش أخد اللقاح بس هأجله هاخده بعد الزوال الحرارة لكن مش معنى ذلك أنه ده مانع لأ ابني سخنه عنده دول برد يؤجل لأنه منعته أثناء دول البرد تبقى ضعيفة فلا يستحصن لأنه ديل لقاح أثناء دول برد أو دول نزلة أستنى ما ابني يتعافى وديله اللقاح بتاع الإنفلونزا طيب هل ينفع أجمع بعمل لقاحين في نفسه اليوم؟ زي ما كانوا نقول من نظمة الصحة لما بتقول افصل ما بين لقاح كورونا ولقاح الإنفلونزا أسبوعين دلوقتي لا توصيلات جديدة ينفع أخذ لقاح الإنفلونزا ولقاح كورونا في نفسه اليوم كبار السن اللي احنا من الصحة من كل سنة أن كورونا لا يزال موجود أقلت حدته وقلت خطورته بنسبة كبيرة ولكنه لا يزال موجود ولا يزال لها عوامل خطورة على كبار السن هنقول لهم برضو ناخد جرعة تعزيزية مهمة جدا لتعزيز مناعتنا ضد لقاح كورونا بمتحاوراته لأن لا يزال كورونا موجود بمتحاوراته الحمد لله من نعمة ربنا بصورة أضعف ولكن لقاحه لا يزال مهم لكبار السن هو والإنفلونزا مهمين جدا أن احنا نقودهم في هذا التوقيع يعني عايزين برضو فعلا نأكد للناس أنه مازال في حالات كورونا بالفعل وبقيتش منتشرة جدا يعني زي الأول بس موجودة هي منتشرة ولكن ضعيفة فبالتالي أغلب الناس تفتك تعتقد أنها دور البرد ولكن مع كبار السن حتى البرد خطير الإنفلونزا خطير فبالتالي الشخص كبير سن ضعيف مناعيا مريض الضغط مريض السكر هنقوله أن واقع الإنفلونزا وواقع كورونا وواقع البرد عليك هو أشد خطورة وأشد قصة من الأقارين فبالتالي أنت كفئة أنت بالذات مهم جدا أن نحصانك مناعيا نحصانك ضد الإنفلونزا نحصانك ضد كورونا ما فيش حاجة اسمها كورونا اختفت كورونا قلت يا سيدي قلت واختفت بس لا يزال وقعها خطير عند بعض الفئات فبالتالي إيه المانع أننا أخذ حماية ضد فيروسين أنا شايفهم خطيرين اللي هو الإنفلونزا وكورونا